اشتركوا في القناة والتاني في الهضم اللي هو كيفية تحويل الاغذية الى قيت وبطبيعة الحال نعرفه ماذا يعني بالقيت اي العناصر البسيطة جدا كالاحماض الامينية وكالاحماض الدهنية وايضا كسكر الجليكوز اللي هو سكر بسيط بطبيعة الحال هذه العناصر البسيطة اللي هي مواد القيت من الين كتجي كتجي عبر عملية الهضم التي ستعرض لها الاغذية من بروتينات ودهنيات وسكريات داخل الجهاز الهضمي وكسعطينا في النهاية مركبات بسيطة جدا نسميها قيت او مواد القيت الان غنشوفو محور اخر اللي هو مصار الاغذية بمعنى اخر ما هي المسالك التي يأخذها الغذاء من اللي كيدخل عدنا للجسم طبيعة الحال احنا عارفين هذي المسالك ولكن غنشوفو الأدوار ديالها وغنناخدو بعض الملاحظات في هذه الملاحظات عندنا بطبيعة الحال يجيز من الانسان في مجموعة من الاجهزة الجهاز اللي كنت ندرسه الآن هو الجهاز الهضمي يبدأ بالفم وينتهي بالشرج او المخرج اللي عندنا على مستوى نهاية المعي الغالد بطبيعة الحال من الفم الى المعي الغالد عندنا مجموعة من القنوات والمسالك وايضا الاعضاء التي سوف تتدخل في عمليات الهضم غناخدو ميثال فيما يتعلق بالكشف عن مصار الأغذية داخل جسم الإنسان يستهلك إنسان خلال يوم واحد ما معدله في الحالة العادية بجموعة من المكونات الغذائية بجموعة من الأغذية البسيطة بروتيدات دهنيات سكريات ايونات معدنية وما اضافة طبيعة الحال الى الفيطامينات ولكن دائما النسبة والكمية ديالفيطامينات هي ضعيفة جدا لكنها جد مهمة فيما يتعلق بتحفيز الأعضاء على القيام بوظيفتها اذا هذا كل ما يستهلك الإنسان في يوم واحد وعندنا المقادر الآن البروتيدات 80 جرام دهنيات 100 جرام سكريات 320 جرام ايونات معدنية 10 جرام وماء ما معدله 1.5 لتر في كل يوم طبيعة الحال في نهاية عمليات الهضم يتم طرح مجموعة من الفضلات على مستوى نهاية الماء الغالية لها منطقة الشرج ونقوم بحساب هذه الكميات ديال الفضلات فكرة القو فيها نسبة من الماء أو كمية من الماء 117 جرام فقط بينما هو السهلك في البداية لتر ونصف بالنسبة للناشا اللي قلنا هو سكر معقد أو مركب فكلقوا بعض الآثار داخل الفضلات يعني أنه نسبة ضعيفة جدا الجليكوز منعدي في الفضلات وكننا عرفوا بطبيعة الحال أن الناشا والجليكوز بجوجبهم هي السكرية اللي اخذناها في البداية بمقدار 320 جرام في اليوم الدهنيات في الفضلات عدنا فقط جوج جرام رغم أنه تم استهلاك 100 جرام في البداية البروتيدات عدنا فقط آتار ولا رجعت للقيمة ديالها أو الكتلة ديالها في البداية كانت عدتنا 80 جرام في اليوم هذا إذا درنا مقارنة بين هذه المكونات التي كنا في الفضلات ونفس المكونات التي تمت التغذية عليها إضافة إلى هذا في الفضلات كالقوا مواد أخرى التي لم يتم استهلاكها منها صبغات صفراوية بمعنى هي مواد جاية من الصفراء شنا هي الصفراء؟ هي المرارة التي تكون على مستوى الكابيد والتي تدخلتها في عملية الهضم خاصة هضم الدهنية كالقوا 250 ميلي جرام من هذه الصبغات الصفراوية على مستوى الفضلات السيليلوز لاتذكرت السيليلوز قلنا هو عبارة عن سكر نباتي لا يهضمه الإنسان ولكن يبقى ضروريا لتسهيل عملية الهضم ولتسهيل مرور الأغذية خاصة على مستوى المعي الغاليد وعندنا في النهاية بكتيريات معاوية بكتلة 11 جرام وهي بكتيريات غير ممرضة وضروري التواجد ديالها لتسهيل العملية ديال الهضم بالنسبة للإنسان وتسهيل استفادته من بعض الأغذية التي لا يستطيع هضمها إذن لذلك المقارنة بالإثنين فكالقاوكا استنتاج أنه لدينا جوجة الحوج أولا أنه يتم استهلاك مركبات كيميائية من مواد عضوية ومواد معدينية المواد العضوية دائما هي ثلاث أشكال بروتيدات دهنيات سكريات والمواد المعدينية هي الأيونات المعدينية وأيضا جزئات الماء يمتصل الإنسان حاجياته من هذه المواد ديال القيت انطلاقا من جهازه الهضمي ما نسوش بأنه ما يأخذه الإنسان كغذاء لا يأخذ بروتيدات لوحدها ودهنيات لوحدها وسكرية إلى غير ذلك بل يأخذ لقمات غذائية أو أغذية مركبة كقطع ديال الخبز كبطاطس إلى غير ذلك واصطمنها كالقاو كل هذه المكونات قد تكون كلها مجتمعة في بعض الأغذية أو تكون متفرقة ولكن لا يأخذ بروتيدات خالصة ودهنيات خالصة ونفس الشيء بالنسبة للعناصر الأخرى قد دخلت المكونات للجهاز الهضمي انطلاقا من الفم تمر عبر البلعوم المريء لكي تصل إلى المعدة يتم هدمها ويتم تحويلها إلى ما سميناه مواد القيت بحيث أن البروتيدات سوف تتحول إلى مادة إلى أحماض أمينية والدهنية تتحول إلى غليسيرول وأحماض دهنية كما أن السكرية المعقدة كالنشا التي يتم استهلاكها في البداية عندما تصل إلى الفم يتم تحليلها بواسطة اللعب اللي فيه أنظيم النشاواز والذي سيفكك جزئات النشا لكي نحصل على جليكوز أو جزئات جليكوز أي سكريات بسيطة إذن يأخذ الإنسان حاجياته من هذه المواد في بعض الحالات قد تكون هناك أو يكون هناك فائد في هذه المواد فيجب طرحها كما أن هناك مخلفات لهذه العملية ديال الهضم إذن بصفة عامة يقوم الإنسان بامتصاص حاجياته من مواد القيت من جهازه الهضمي بعد العملية ديال الهضم ويطرح في النهاية مجموعة من الفضلات لفيها نواتج هضم هذه المواد الغذائية وفضلات أخرى التي لم يتغدى عليها مثل البكتيريات المعوية التي استكاتروا في أمعائه والتي قلنا دائما هي ضرورية للجهاز الهضمي عند الإنسان وهذا الاستنتاج اللي اعطيناه كيبقى فقط فرضية سنحاول نتأكد منها انطلاقا من مناولة التي سنخذ فيها هذه المكونات وسنقوم بتحليلها في هذه المناولة نقوم بتتبع نسبة كل من البروتيدات والدهنيات والسكرية هذه الأغذية سنقوم بتتبع نسبتها في مواقع مختلفة من المعي الدقيق بعد وجبة غذائية المعي الدقيق هو المعي الذي يتصل مباشرة بالمعيدة ونبدأ هذه الدراسة أو هذا التتبع انطلاقا من أول موقع تدخل منه الأغذية لهو الفم وبالتالي عندنا هنا النقطة دي الصفر بمعنى أنه أول موقع تصله الأغذية إلى 300 سنتيمتر وهي مسافة داخل المعي الدقيق وهنا غمشون حسبوا نسبة دي البروتيدات والدهنيات السكرية في كل موقع من هذه المواقع انطلاقا من الفم ووصولا إلى 300 سنتيمتر داخل الجهاز الهضمي بالنسبة للسكرية فكلاحظوا بأنه عندنا منطقا لفها استقرار في البداية إلى غاية نقطة بداية المعي الدقيق بمعنى انطلاقا من الصفر لهو الفم انتهاءا بالمعيدة انطلاقا من المعيدة كيبدأ يبلغي بأنه كان انخفاض فما يتعلق بنسبة السكريات إلى غاية عدامها عندما نتجاوز 170 سنتيمتر تقريبا وبالتالي في السكريات كتبقى عند نفوح المسافة في بداية المعي الدقيق ثم بعد هذه المسافة سوف تختفي كليا من المعي الدقيق غامش نشوف الآن بنسبة للدهنيات وكتبقى تقريبا نفس التطور عندنا استقرار على مستوى المنطقة قبل الدخول إلى المعي الدقيق وبعد الدخول إلى المعي الدقيق كيولي عندنا انخفاض إلى غاية اختفاء هذه الدهنيات أيضا بعد 200 سنتيمتر أي في مسافة معينة داخل المعي الدقيق بنسبة للمكون الثالث وهو البروتيدات فكتبقى نفس التطور بحيث أنها كتبقى في قيمة مرتفعة تتجاوز بداية المعي الدقيق لكن في النهاية نجد بأنها تنخفض هي الأخرى وكيكون عندنا في الأخير اختفاءها الكلي إذن باش نفسروا هذه النسبة المرتفعة ديال البروتيدات والدهنيات والسكرية غالبا قبل وصولها إلى المعي الدقيق بمعنى أنه ما زال عندنا هذه الأغذية البسيطة في طور الهضم على مستوى الجهاز الهضمي وخاصة على مستوى المعيدة ولماذا تختفي هذه المكونات أو هذه المركبات العضوية من البروتيدات والدهنيات والسكريات عندما نصل إلى مسافة معينة داخل المعي الدقيق هذا يعني بأنها تم امتصاصها وإزالتها من المعي الدقيق ولحيدت لنا من المعي الدقيق بغا ترجعش من الجديد إلى المعيدة ولكن سيتم امتصاصها على مستوى المعي الدقيق وتوزيع هذه المواد البسيطة لجيما البروتيدات والدهنيات والسكريات وما سميناها مواد القيط سيتم توزيعها نحو الخلايا ونحو الأعضاء بطبيعة الحال هنا غيرت دخل عندنا جهاز آخر مساعد لهذه العملية وهو الدم والجهاز الدوراني الذي يقوم بالامتصاص على مستوى المعي الدقيق إذن بصيفة عامة يتم الهضم عند الإنسان على مستويات متعددة من بينها أولا الفم لغا يكون عندنا فيه جوجل أنواع الهضم ميكانيكي وكيميائي وهذه كيميائية خاصة بالنشاء كما أنه تتدخل المعيدة بطبيعة الحال في عملية الهضم الأساسي اللي فيه أيضا نوعين ميكانيكي بفعل الحركات ديال عضلات المعيدة وأيضا كيميائي لأننا عندنا فيه المعيدة ما نسميه العصارة الهضمية واللي فيها مجموعة من الأنظيمات ومجموعة من الأحماض اللازمة لهدمي وهضمي هذه الأغذية نقعدنا الدور ديال المعيد الدقيق بطبيعة الحال باش نفهموه الدور كنمشيه لتركيب داخلي لجسم إنسان وكنلقوا فيه مكونات الجهاز الهضمي اللي معروفة اللي هي أولا الفم والأسنان أي مدخل الأطعمة شنو كيدير الفم والأسنان؟ أول شيء وأهم شيء وهو المضغ لتقطيع الأغذية كبيرة الحجم إلى أجزاء صغيرة ثم إضافة اللعب وشفنا الدور ديال اللعب يتوفر على أنظيم النشواز الضروري لتفكيك السكريات وخاصة النشواز ولهذا كنلقوا على مستوى الفم ما نسميه الغودد اللعابية لفيها خلايا مفرزة لللعب ثم المستوى الثاني عدنا الماري الدور ديال الماري مدم أنه فقط أنبوب وهو عملية الإبتلاع ثم العضو الأساسي في عملية الهضم وهو المعدة دورها هو هضم جديد بنوعيه ميكانيكي وكيميائي وأيضا لدينا الكابد اللي فيه المادة الصفراء واللي فيه المرارة المنتجة للمادة الصفراء والتي نعتبرها أنظيم يقوم بتحليل بعض المواد لا لاحظوا الموقع ديال القناة التي تنقل المادة الصفراء ما يمشيش المعدة ولكن يمشي لبداية المعدة الضقيق بمعنى أنه هذا الجزء ذي المعدة الضقيق اللي هو البداية كتكون فيها أيضا عملية هضم خاصة بالنسبة لبعض الدهون التي لم تستطع المعدة هضمها وإضافة إلى الكابد عندنا عضو آخر لدرسنا تأثير دياله في هضم الدهون والبروتيدات وهو البنكرياس الذي ينتج عصارة بنكرياسية يتم تفريغها على نفس المستوى اللي هو بداية المعي الدقيق وتساهم بدورها في تفكيك وهضم الأغذية البسيطة خاصة دهنية وتحويلها إلى أحماض دهنية وإلى غليزيرول ثم عندنا العضو الأساسي أيضا في عملية الهضم خاصة الامتصاص وهو المعي الدقيق علما بأن المعي الدقيق هو طويل جدا بحيث أنه يصل إلى 6 أمتار في النهاية عندنا المعي الغاليض ما سيكون الدور دياله هو الإخراج يعني إخراج الفضلات عبر الفتحة الشرجية وبالتالي يتخلص إنسان من هذه الفضلات التي يجب أن تغاذي الجسم لأن بقاءها لفترة طاويلة داخل الجسم يؤدي إلى مجموعة من التعقيدات الصحية إذا الآن بنسبة لدور المعي الدقيق لقينا بأنه في بدايته عندنا مساهمة فيما يتعلق بهضم بعض الأغذية وخاصة الدهون أيضا عندنا الدور على هذا المستوى ديال العصارة البنكرياسية والصفراوية اللي جي من المرارة ديال الكابيد التي تطرح في هذه المنطقة ديال المعي الدقيق وتساهم بالتالي كما قلنا في هضم بعض الدهون يتم إذن جزء من الهضم الكيميائي على مستوى المعي الدقيق لكن أهم دور لهذا العضو اللي هو المعي الدقيق هو عملية الامتصاص أي امتصاص الأغذية البسيطة وخاصة مواد القيت من جوفه وتوجيهها نحو باقي الأعضاء التي هي المستهدفة بهذه العملية ديال الهضم وكخلاصة لمصار هذه الأغذية فكي بدأتنا هذا المصار بالفم حيث يتم المضغ وإضافة اللعب وعرفنا الدور ديال اللعب من بعد منا غير جعلنا المريء الدور دياله بطبيعة الحال هو الابتلاع وتمرير الأغذية من الفم نحو المعيدة على مستوى هذه الأخيرة غير جعلنا الهضم الأساسي اللي قلنا هو ميكانيكي وكيميائي في نفس الوقت بعد المعيدة عند المعيدة قلقنا الدور الأساسي دياله هو الامتصاص ثم انتهاءا بالمعيدة الغاليض والشرج أي الإخراج وطرح الفضلات ومن هنا بطبيعة الحال كباليا دور مهم جدا للمعيدة داقيق اللي هو كيوصلي بين ثلاث أجزاء في الجسم أولا بينه وبين المعيدة حيث يتم الهضم الأساسي تانيا بينه وبين المعيدة الغاليض حيث يتم إخراج الفضلات وتالتا بين المعيدة الدقيق وباقي أجزام الجسم بحيث أنه على مستوى هذا المعي غير يكون عندي عملية الامتصاص أي امتصاص مواد القيت وتمريرها بواسطة الدم نحو باقي الأعضاء والخلايا ديالجسم ولهذا فدور المعيدة الدقيق مهم جدا ونأخذ بعض الخاصيات حول هذا المعيدة الدقيق اللي كيبن بأنه فيه تعرق كبير أي أنه جد غني بالعروق والشعيرات الدموية التي سيكون دورها هو امتصاص الأغذية اللي كان داخل المعيدة الدقيق وتمريرها نحو باقي أعضاء وخلايا الجسم ثم تانيا إذا أخذنا مقطع عرضي على مستوى هذا المعيدة الدقيق فكالقوا بأنه فيه مجموعة من الجدران التي تحميه وعلى مستوى هذه الجدران في نعدي الشرايين والأوردة أي عروق دموية ناقلة لمواد القيت إما من المعيدة الدقيق نحو باقي الأعضاء أو من الأعضاء نحو هذا العضو اللي هو المعيدة الدقيق سنأخذ تكبير لهذه المنطقة من المعيدة الدقيق مقطع عرضي جديد ولكن بتكبير معين سنأخذ الرسم التالي فكبالي على مستوى المعيدة الدقيق أن غشاءه الداخلي ليس مسطح ولكن فيه مجموعة من الانغيمادات هالتعرجات اللي عندنا والتي أسميها بالصمامات الناقصة التي تعلوها هذه البنيات الملونة بالبنفسجي القاتم سنأخذ تكبير لهذه المنطقة والتي نسميها خاملات معوية وكلقوا أيضا فيها إنعراجات جديدة تضاف إلى الإنعراجات للصمامات الناقصة سنأخذ أيضا واحد الجزء من هذه الخاملات المعوية فكبالي فيها أيضا تعرجات جديدة أسميها خاملات مجهرية فداخل المعي الدقيق ما عنديش غشاء مسطح ولكن كله عبارة عن انغيمادات كبيرة ثم متوسطة ثم مجهرية علش؟ باش نكبروا ببساطة المساحة الداخلية دي المعي الدقيق وبالتالي لكبرنا هذه المساحة كتكون عدي مساحة الاتصال بين المعي الدقيق والأغذية اللي كان داخله ستكون كبيرة جدا وتمكن من الامتصاص بشكل جيد جدا ولهذا فكن نقول بأنه رغم أن المعي الدقيق فيه 6 أمطار واللي اكتبال لنا مسافة طويلة لكن في الحقيقة بسبب تواجد هذه الخاملات المجهرية والخاملات المعوية والصمامات الناقصة سوف تزداد مساحة المعي الدقيق بشكل كبير وقد تصل إلى 21 متر عوضة 6 أمطار فقط علش عدنا الزيادة في المساحة الداخلية دي المعي الدقيق بهدفي الزيادة في مساحة الاتصال بين الأغذية المتواجدة داخل المعي الدقيق وهذه الانغمادات أو هذه الخاملات لكي يكون لدينا امتصاص دي المواد القيت بشكل جد كبير وبالتالي خلاصة يمكن أن نقول بأن الجهاز الهضمي فيه مجموعة من المستويات مجموعة من الأعضاء المتدخلة كل عضو كيدر الدور دياله اللي هو إما هضم ميكانيكي أو كيميائي أو هما معا ولكن في النهاية نواتج هذا الهضم النتائج دياله هذا الهضم اللي هي مواد القيت ستصل إلى المعي الدقيق وعلى مستوى هذا العضو سيكون لدينا عملية الامتصاص ديال مواد القيت بواسطة العروق الدموية والشعارات الدموية قصد تمريرها نحو الأعضاء الداخلية ونحو الخلايا ديالجامع الأنسجة داخل الجسم التي يجب أن تستفيد كلها من مواد القيت هذا كان كل ما يتعلق بمصار الأغذية داخل الجسم نتمنى أن تكون هذا الفيديو فاتكم وإلى اللقاء في فيديو مقبلة